ما لي أراك ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنة سجادي ما لي أراك ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنة سجادي قلبوه عن نطع مسجى فوقه قلبوه قلبوه عن نطع مسجى فوقه فبكت له أملاك سبع شدادي ويصيحواذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعدهم أترى يعود لنا الزمان بقربهم هاي هات ما للقرب من ميعادي أنا قدين ما لي قوة مأجور قدين ما أهل قوة رحمك الله ابن فايز قدين ثقيل جامعة وقدين ما لي قوة وين شوفي يا والدي وراع الحمي يا عمي وين علي الأكبر أربدر الكمال التومي قدين عكال من ساقي وقدين شراب من دم يا بويا قدين ثقيل لوجه أو قدين ما آه 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 ما فيكم اسلامي آه 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 قد يحزب ساقي وقد يحزمتوني قد ثقيل جامعة أو قد ما أين المنادون وإماماه الأمر لله لا حول ولا قوة ولا عسمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من أروع وأجلى مصاديق الدعاء هي الصحيفة السجادية المروية عن المولى زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام والتي عبرت عنها روايات أهل البيت بزبور آل محمد عليهم السلام لكن من يقف عند الصحيفة السجادية ويتأمل فيها يجد أن اللغة الطابع الغالب عليها هي لغة الكآب والحزن والأساء والبكاء والآهات والعوين وتوبيخ النفس وتأنيب الضمير فترى أن الطابع الجو العام للصحيفة السجادية هو هذا الطابع فتقف مثلا عند قوله عليه السلام وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري تقف مثلا عند قوله عليه السلام أما آن لي أن أستحي من ربي فتقف مثلا عند قوله عليه السلام ليتشعري ألي الشقاء ولدتني أمي فمن يقف عند الصحيفة السجادية يجد أن الطابع الغالب عليها هو لغة الكآب والحزن والأساء السؤال الذي يطرح نفسه في المقام هل أن هذا الأسلوب الذي انتهجه زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية أسلوب تربوي ناجح فاعل أم هل هو أسلوب تربوي فاشل والعياذ بالله وعقيم قد يأتي قائل يقول أن هذا الأسلوب الذي انتهجه الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية أسلوب تربوي فاشل عقيم لماذا؟ لأنه لا ينسجم مع أساليب التربوية الناجحة الفاعلة وبهذا المستوى وبهذا اللون يترتب عليه أثران سلبيان تأمن لي جيدا الأثر الأول المترتب على لغة الكآبة والحوزن أنه يسلب الإنسان روح الانفتاح على الحياة أو في الحياة شلون يعني يسلب روح الانفتاح؟ الإنسان اللي يعيش في دائرة مغلقة اللي يعيش في دائرة سوداوية ويعيش في دائرة مظلمة دائماً في بكاء دائماً في عويل دائماً في كآبة لا يمكن له أن ينفتح على هذه الحياة لا يمكن له ألا أن يلتذ بطعام ولا يلتذ بشراب ولا يلتذ بمفاتن الطبيعة الخلابة ولا يلتذ بالغرائز والشهوات والملذات طبعاً الغرائز والشهوات والملذات المشروعة اللي شرعتها شريعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من يعيش دائماً في كآبة وحز ما يمكن له أن يلتذ لا بطعام ولا شراب ولا غير من الشهوات والغرائز والملذات قد يجي واحد يقول خل الله يلتذ في الحياة الدنيا شاه هو الإنسان الله خالقنا للدنيا الله عز وجل خالق الإنسان للآخرة وإنما أودعه في هذه الدنيا وفي هذا العالم لكي يمتحن الإنسان يمحص الإنسان صحيح يا إخوان أن الله عز وجل خلقنا في هذه الحياة لكي نمر من خلالها ونمتحن حتى نحصل على الآخرة في نهاية المطاة لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جبل فيه جملة من الغرائز أو دع فيه جملة من الشهوات أنت إذا بتكتم على الإنسان يتحول الإنسان إلى ماذا؟ يتحول الإنسان إلى مصير مصير طريق آخر بالحال أن القرآن الكريم من جهة والروايات من جهة أخرى أكدت على هذا المبدأ يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا صحيح خلقت للآخرة لكن بعدها الشهوات وها الغرائز والملذات تحتاج إلى إشباع تشبعها بما شرعته شريعة النبي صلى الله عليه وآله إذن الأثر الأول المترتب على لغة الكآباء أنه يسلب روح الانفتاح للإنسان ما يمكن أن ينفتح على الحياة لا يمكن له أن يلتذ لا بطعام ولا شراب هذا أثر سلبي أول الأثر الثاني السلبي المترتب على لغة الكآباء والحزن والأساس أن الإنسان الذي يعيش في دائرة ضيقة مظلمة ما يمكن أن يقيم حضارة ما يمكن أنه يبني أسرة إحنا أشرنا في مجالس العشرة إذا يتذكرون الأخوة الأعزاء قلنا أن الله عز وجل خلق الإنسان في الحياة حتى يبدع في الحياة حتى يصنع في الحياة حتى يبدع وينتج في الحياة الدنيا لكن الذي يعيش في دائرة مظلمة ودائرة ضيقة دائما فيه كآبة ما يمكن له أن يقيم حضارة ما يمكن له أن يكون علاقات اجتماعية وإذا فقد هذه العلقة يقول علماء النفس والاجتماع هذا إنسان مريض يحتاج إلى أن يعرض على طبيب نفساني ليش؟ لأن الإنسان خلق اجتماعي بطبعه هذه فطرة الإنسان خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في الحياة وجعله اجتماعي بالطبع يعني يختلط مع المجتمع يكون علاقات اجتماعية لكن الذي يعيش فيه دائم فيه بكاء وعويل وين يكون علاقات اجتماعية؟ فاشل فيه علاقات الاجتماعية ما يمكن أن يقيم أسرة ما يمكن أن يصنع ويبدع في الحياة إذن هذان أثران سلبيان يترتبان على لغة الكآب والحزن والأسى اللي انتهجها زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية الجواب على هذه الإثارة وهذه الشبهة من خلال مفردتين المفردة الأولى أهمية البكاء في نقض الذات هنا التفت لي جيد هنا نطرح أسئلة ثلاثة ونجيب عليها السؤال الأول ما هو الطريق للوصول إلى النجاح؟ الإنسان اللي يريد ينجح في الحياة شنو الطريق اللي إذا سلك الإنسان أوصله إلى النجاح أوصله إلى الفلاح أوصله إلى أعلى درجات الكمان يقول العلماء الطريق الطريق الموصل إلى النجاح والفلاح هو طريق نقض الذات ومحاسبة النفس وهذا عامل أساسي أكدت عليه النصوص الدينية الشريفة القرآنية من جهة والروائية من جهة أخرى ورد في الرواية عنهم عليهم السلام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا إذن اللي يوصل الإنسان إلى طريق النجاح والفلاح هو محاسبة النفس نقض الذات لأضرب لك مثال مثلا إنسان صاحب مشروع مشروع تجاري اقتصادي إذا هذا ما يجلس مع نفسه في كل شهر إذا ما قلنا كل يوم يعني إذا ما يجلس مع نفسه في كل شهرين يحصد هذا شقد دخل من خلال هالمشروع وشقد صرف من خلال هذا المشروع وهل ترقى وصل إلى المستوى الذي يصبو إليه أو ما وصل إلى المستوى الذي يصبو إليه هذا إذا ما يقعد يحاسب نفسه ويحاسب يشوف يخلي إليه خطة عمل وخارطة طريق يسير فيها تتوقع ينجح في مشروع تتوقع يترقى يعني يوصل إلى الطريق اللي يصبو إليه لا والله إذن الطريق الموصل إلى النجاح هو من خلال نقذ الذات ومحاسبة النفس هذا سؤال أول سؤال الثاني ما هي الآلية لنقذ الذات إنسان إذا أراد أن ينتق الذات ما هي الآلية لنقذ الذات لمحاسبة النفس العلماء يقولون آلية نقذ الذات هو امتلاك الإرادة والطموح كل من امتلك إرادة وطموحا كل من تقذ ذاته شوف السلسلة كيف متصلة وكل من تقذ ذات الإنسان ترقى إلى أعلى درجات النجاح والفلاح من خلال ماذا؟ من خلال امتلاك الإرادة والطموح لأضرب لك مثال آخر هنا أنت شوف إليك فذ إنسان بينك وبين علاقة شوف إما صحبة سفر أو صحبة عمل أو صحبة دراسة أيام التحصيل أنت وياه فترة زمنية تعرف طبائعة وتعرف هذا الشي اللي يمتاز به الإنسان وتترك فترة زمنية فروض عشر خمسة عشر عشرين سنة تترك هالفترة طويلة ما تلتقي بيه بعدها الفترة الطويلة تلتقي بيه وتشوفه وهو على حال ما تغير هذا هو ما تغير يعني ما خطى خطوة إلى الأمام ولا قيد أنم له أنت تسأل تقول له تعال أنت يا بفلان أنا من عشرين سنة ترك لك هاي طبائعك ما تغيرت هذا منهجك ومسلكك وطريقك ما تغيرت تتسأل ليش ما تغير ما تغير لأنه لا يمتلك إرادة وطموح اللي ما يمتلك إرادة وطموح ما يمكن أن يتغير ما يمكن أن ينتقذ ذاته وإذا منتقذ ذات الإنسان ما ترقى إلى أعلى درجات الكمال والفلاة ولذلك هذا العمل يا إخوان عمل مذموم في النصوص الدينية الشريفة ورد في الرواية عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام من تساوى يوما فهو مغبون يومين بس صير أنت نفس حركاتك ما تتغير صير أنت مغبون في هالحياة ها؟ فكيف بعد عشرين وخمسة عشر سنة هذا هو لم يتغير من تساوى يوما فهو مغبون إذن هذا عمل مذموم في الروايات إذن آلية نقذ الذات هو امتلاك الإرادة والطموح كلما امتلك الإنسان إرادة وطموحاً كلما انتقذ ذاته انتقذ ذاته لأنه يمتلك إرادة للتغيير السؤال الثالث كيف يا إخوان نمتلك إرادة وطموحاً؟ إنسان إذا أراد أن يمتلك إرادة والطموح كيف يمتلك؟ امتلاك الإنسان للإرادة والطموح من خلال إحساس النفس بالخطر شوف الإنسان كلما أحس نفسه بالخطر وأوهم نفسه أنه يعيش في خطر محدق به من كل الجهاد لا يمتلك إرادة للتغيير خاف أنه يواجه أي شيء في هذا المشروع من خلال ماذا؟ من خلال إحساس النفس بالخطر خل أضرب لك مثال مثلاً أنت تمشي بالطريق بالشارع على حالتك الطبيعية يجي إليك زيد من الناس يقول لك أبو فلان هذا الطريق ترى في حادث مأساوي لتمر عليك يجي إليك يقول لك مثلاً هذا الطريق مثلاً فيه حريق لا سمح الله مثلاً هذا الطريق فيه التماس كهربائي مثلاً تبقى تصير في هذا الطريق لو تعدل عنه شلون امتلكت إرادة لتغييرك هذا الطريق من خلال ماذا؟ من خلال أحسست نفسك بماذا؟ بالخطر كلما أحسست نفسك بالخطر كلما امتلكت إرادة وطموحاً للتغيير إذن يقول العلماء التفت لي هنا زبدة المطلب فيها النقطة يقول العلماء لا يوجد طريق فعال في إحساس النفس بالخطر إلا عن طريق البكاء والحزن والأساء إذن البكاء عامل أساسي فعال ينجح في نقض الذات وامتلاك الإنسان للإرادة والطموع كل من خلال عامل ماذا؟ كل من خلال عامل البكاء والحزن والأساء البكاء في حد ذاته أسلوب ناجح في تربية الإنسان ولذلك تتلاحظ بعض الأطباء النفسانيين أو جل الأطباء النفسانيين إذا جاء لهم بمريض مصاب بمرض الاكتئاب من ضمن العلاجات اللي يستخدمها الطبيب النفساني لمريض المصاب بمرض الاكتئاب هو عن طريق البكاء هذا يعمل إليه جو إصطناعي بكاء إصطناعي يخليه يخرج هالشحنات الموجبة في روحه وفي جسده إذن البكاء في حد ذاته فعال في إنجاح الإنسان إلى أعلى ورقي الإنسان إلى أعلى درجات النجاح والفلاح وهذا المنهج الذي عمل عليه المولى زين العابدين عليه السلام فالصحيفة السجادية الأمر الثاني والأخير من قال لك أن الصحيفة السجادية الطابع الغالب عليها لغة الكآبة والحزن والأسا أنت تدري ليش قلت هالكلام لأنك ترى بعين واحدة تقرأ جزءا وتترك الجزء الآخر تطلع إليك مثل هالكوارث هذه مثل هذه الإثارات والشبوات إنسان إذا أراد أن يحلل شيئا ما ويعطي نتيجة من خلال قراءة لهذا النص لابد أن يقرأ النص قراءة كاملة بتمام أبعاده بعد ذلك رح يطلع بنتيجة لكن اللي يقرأ النص ويقرأ الشيء قراءة ناقصة سطرين ما يكملهم بعد صفحتين إذا زدنا ما يكملهم يطلع لك بها النتيجة هذه مغايرة تماما عن النتيجة الأولى وإلا الصحيفة السجادية يا إخوان ليس الطابع الغالب عليها لغة الكآبة والحزن والأساء الصحيفة السجادية فيها ألوان مشرقة وصفحات مضيئة بعيدة كل البعد عن الحزن والكآبة والأساء لأضرب لك هنا مثالين لضيق المقام الصحيفة السجادية تعلم الإنسان وتهذب الإنسان على العشق الحقيقي تعلم تعلم شلون هذا الإنسان يعشق شلون الإنسان يصل إلى درجة العشق والهيام طبعا العشق والهيام في المخلوق الأعظم مو هذا اللي إحنا نستخدم الآن في مجتمعنا هذا لا مو حب هذا زين حب إما أن يصير حب كحب زليخة ليوسف وإلا عدله لا وإلا حب ما اليومين وثلاثة هذا ما الحب شهوة زين إهنا الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية يعلم الإنسان يهذب الإنسان يعلم ما هي الحب وكيف يخاطب المعشوق الأعظم هذا كل في الصحيفة السجادية بعيد كل البعد عن لغة الكآبة والحزن والأساء يقول عليه السلام إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلا هذا اللي يذوق محبة الله عز وجل ويعرف محبة الله سبحانه وتعالى يروح يبحثي له عن حب مزيب لا والله يعلم الإنسان كيف يخاطب المعشوق الله تبارك وتعالى كيف يخاطب الإنسان إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام عنك بدلا إذن هذا لون مضيء في الصحيفة السجادية بعيد كل البعد عن لغة الكآبة والحزن والأساء هذا مثال المثال الأخير الصحيفة السجادية تعلم الإنسان كيف يقوي علاقات الاجتماعية مع الناس وهذا أيضا في الصحيفة السجادية إخواني البعض يصور أهل البيت مثل إمام زين العابدين مثلا والله ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا ومزج بدموع عينه هذا صفحة من حياة الإمام زين العابدين وإلا أكو صفحات مشرقة مضيئة والضاءة في الصحيفة السجادية عن الإمام زين العابدين بعيد كل البعد عن الكآبة والحزن وبعض من الناس يصور أهل البيت عليهم السلام لا والله كالزهراء عليها السلام مثلا والله جالسة في محراب العبادة ضرب ركع أو ضرب سجدة كمريم العذراء يعني ما بينها وبين المجتمع أي صلة وأي علاقة عليها السلام لا لا أهل البيت مو هالشكل أهل البيت يا إخوان حتى وهم في محراب العبادة تأمل إلي جيد أهل البيت عليهم السلام حتى وهم في محراب الصلاة أيضا هم تربطهم علاقة وطيدة بالمجتمع اللي يعيشون فيه بلاحظ يعني الإمام الحسن المشتبى عليه السلام شي يقول يقول رأيت أم الزهراء عليها السلام تصلي ولا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها النتيجة شتريد يقول يا أبا محمد يقول فوالله ما رأيتها هادعت لنفسها قط عجيب غريب إذا بعض من الناس ما شايف إذا القلب أقبل بين يدي الله القلب القلب إذا أقبل وإذا أدبر والعياذ بالله هو سمي القلب لأنه متقلد تعرف في إقبال وتعرف في إدبار لكن إذا أقبل القلب يشوف بعض الناس شوف أنا نية شنون يقول أول أدعي إلى نفسي أول أبدي نفسي حاجتي أنا أول أخذها بعدين أفكر في أمي وأبوي وزوجتي وأولادي وأخواني وجيراني وأصدقائي وأحباب بعدين هذولك أول أن أخذ حاجتي لكن تعال شوف أهل البيت كيف يهذبونك وترى يا إخوان هذه أعظم هدية يقدمها الإنسان لنظيره في المجتمع هي هدية ماذا الدعاء له في ظهر الغيب هذه أفضل هدية يقدمها الإنسان إلى نظيره الآخر في المجتمع أن يدعو إليه في ظهر الغيب يقول فوالله ما رأيتها دعت لنفسها قط قلت لها أمه لما لا تدعين لنفسك طيب نفسك ما بتدعين إنه حلق النفسك يا فاطمة تقول لبني الجار ثم الدار شوف هاي شي علمت هالرواية شنو تستنطق منها هالرواية مدلولها شنو مدلولها والله أهل البيت حتى في محراب الصلاة وحتى في محراب العبادة ولهم ارتباطات اجتماعية وصلاة وطيدة بالمجتمع اللي يعيشون فيه لذلك شوف الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية شي شير يقول يقول الإلهي اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم في حضرتي ولم أنصره شوف هالعلاقة الوطيلة يقول أعتذر إليك يا الله خاف يطلع واحد من مجلسه مظلوم وأنا ما أخذ حقا يعني شوف مع أن المصائب اللي جرت على أهل البيت عليهم السلام والمهام المرمي على أعتاقهم إلا أنهم كانت لديهم صلة وقرب من المجتمع يتحسس معاناة الآخرين يتحسس معاناة الناس ويتحسس معاناة المظلوم وهذا لون مشرق في الصحيفة السجادية بعيد كل البعد عن لغة الكآبة والحزن والأساء إذن أهل البيت عليهم السلام صفحاتهم كلها صفحات مشرقة مضيئة وضاءة ليستفيد الناس منها لكن يا إخوان أسألكم سؤال أيلام زين العابدين إذا بكى بالله عليك أيلام المولى إذا بكى لأن المصايب اللي جرت عليه ما جرت على أحد زين اللي ما قدم إليه طعاق ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه يدخل عليه يدخل عليه أحد أصحابه يقول يا ابن رسول الله أما أنا لحزنك أن ينقضي بكاؤك أن يفتر القتل لكم عادة كرامتكم من الله الشهادة يقول بلى لكن هل سمعت أذنك والله تعز عليك تسمعها الكلمة هذه هل سمعت أذنك يوم من الأيام أن سبي النساء لنا عادة ترهل أيام أيام زينب أيام زينب تأخذ من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس ومن طاغية إلى طاغية ها سمعت أذنك يوم من الأيام سبيت لنا امرأة غير يوم كربلا سامع أنت يوم من الأيام أدخلت لنا امرأة في مجالس الرجال ودواوين الناس إذن المصاب عظيم والخطب جسيم أنت جنابك لما تمر بالشارع بالطريق يشوف لك حادث حادث سير في الطريق وجراء هذا الحادث تقف تسألها إن شاء الله خير يقول لك والله هذا شاب مات نتيجة هالحادث وهكو جنازة مرمية على الأرض أنت اج شوف هالجنازة المرمية على التراب والدماء تسيل من كل جانب ومكان ما بينك لا صلة قرابة ولا صلة معرفة لا تعرف وله قريب منك لكن بالله عليك هالصورة تروح من بالك ومن مخيلتك بعد تبقى تهنأ بطعام وشرب وراها الحادث لما تشوف هذا وإنت شايف جنازة واحدة شايف جثمان واحد على التراب شايف شنو حال اللي شاف أهل بيت مجزرين كالأضاحي هذا اللي بيشوف والد الحسين ريحانة رسول الله على بوغاء كربلا جث بلا راس تصور يعني روح عن باله وفكر الحسين لا والله حتى وهو في حال الاحتضار لما سقوه ذلك السوم وصل هذا السوم بأبي ونفسه إلى أمعائه وأحشائه حس من فيه من يقطعها بالسكاكين ويجرحها بالمواسي أجركم الله يا شيعة الإمام هذا وعند احتضار الموت عرق جبينه يا الله يا الله وسكن أنينه وأسبل يديه ومد رجله وقرأ شيئا من القرآن وقال ولمثل هذا فليعمل العاملون وجه وجهه نحو القبلة وغمض عينه وأطبق فاه وفاضت روحه المقدسة أين المنادون وإمامه ومسمومه ما جت أرض المدينة بأهلها كما وجان السفينة براكبها لكن شلون حال قلب الزهرة يا مولاي شلون حال قلب الزهرة هالليلة أويلي أويلي الله يا زهرة كم جناء آزم البنينة وياي تبقى بلا موارا وشفتيها بعض والسبب كل من الذي سجّط جنين ورّث علينا الهضوم والحسرات واللوح زهراء فوق السطح واحد ثلاثة أيام خلّوه واحد على حمامي فوق الجسر جاء واما غريب الغاية يبخي الداس كم ولد يم حسين برد الطف مذبوح الله يزهرش حلتي بقلبك مصاي سوّى فجايعها الدهار بشبال غالب واما المصيب اللي تخلّي القلب ذاي سبي الحرم والرّاس فوقر ما حتلوه ويا لها من ساعة لما رفعت جنازة الإمام خرج الناس خلف النعش يلطمون الرؤوس وينادون وإماما وسيّدايا نشروا السواد على الجنة آزوا وشيعوها وطلعوا وطلعوا بنعشة والمدار يسغلقوا وقدام لجنازة البيار ينكسوها وقدر العلم وقدر العلم فوق العاش نور يتلال كل ما مشوه رحمك الله يا السهلاوي كل ما مشوبه وشافته ذيش الأرامل صاحت يا بن خير العمال لا وين شايل وإن لا استصاراخ على اسطوح المنازل وقدر العلم فوق العاش نور يتلال بعد وطافوا على المختار بجنازة حبيب وسمعوا ونين المصطفى وسمعوا ونحيب ومرا وابتابوا وين وين على الماتة غصيب وبدر العلم فوق العاش نور يتلال 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 يتلال